الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنتحدث لماذا نصلي ونسلم على سيدنا إبراهيم عليه السلام في الصلاة ولماذا لا يكون ذلك على الأنبياء الآخرين وهو أحد أولي العزم الخمسة ولكنه ليس أولهم ولا آخرهم فلماذا هو وإذا كان الأمر لأنه قبل الخمسة فلماذا لا نسلم على عيسى ونوح وموسى أيضا سنجاوب على هذا السؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام اختص الله سبحانه وتعالى بالفضاء العظيم والمكارم الجليل فكان الإمام والأمة والأمة والحنيفة القانت لله عز وجل الذي ينتسب إليه جميع الأنبياء بعده ويؤمن به جميع اتباع الشراء المسلمون والنصارى واليهود وإبراهيم عليه السلام هو أفضل الأنبياء الرسل الأنبياء والرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه اتخذه خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا سورة النساء مية خمسة وعشرين وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد من بعده هم من نسله من طريق إسحاق ويعقوب إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو من ولد إسماعيل ابن إبراهيم فنبينا صلى الله عليه وسلم أخص بالإبراهيم من غيره فإبراهيم عليه السلام هو أبو العرب وهو أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من جهة النساء وإبراهيم هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفة سورة النحل من الآية 123 ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نتبع لهم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام كما قال الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين أمن إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين أمن وقال ردا على اليهود والنصر ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين آل عمران 67 ولكن كان حنيفا مسلما دمين سيدنا إبراهيم عليه السلام ولما سئل الشيخ ابن عصيمين رحمه الله لماذا خص إبراهيم بدعا للتوحيد مع أن جميع الأنبياء دعوا إلى التوحيد فأجاب فضيلته كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سورة الأنبياء الآية 25 لكن إبراهيم أبو العرب وأبو الإسرائيليين وهو يدعو إلى التوحيد الخالص واليهود والنصارى ادعو ادعو ابن وهو توحيد التوحيد الخالص وهو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللقان آخر إن شاء الله تعالى